موضوعنا اليوم مشاهدين عبي ويندو بيوتي هو بيرمننت ميكوب سامينار اللي بيصير رح يصير لأول مرة بلبنين بين 14 و 15 أكتوبر اللي حابب يتعرف على هالحدث أكيد رح نعطيكم هلأ كل التفاصيل مع ضيفتنا برحب نوهم عوض أهلا وسهلا فيك نوهم حضرتك صاحبة الفكرة أولا من منظمة الحدث ومن أنستوت مارون ونوهم عوض لأول مرة بيصير سامنار من هالنوع بلبنين مع أنه علم التاتو موجود عنا من زمان وانت صاحبة خبرة طويلة سنين طويلة بها المجال شو الهدف من هالسامنار لها؟ هلأ هيدا السامنار بيتميز عن غيره أنه هو مش بس بطال الأشخاص للي بيعملوا تتواج هو حتى الأشخاص اللي بيعملوا ماكياج أو حتى بيشتغلوا بحيالة مجال قريب من هالمجال يمكن يكونوا جرافيك ديزاينر، فاشن ديزاينر بيرسموا، بيحبوا البيوتي، بيحبوا يتعلموا مهنة جديدة وما معهم وقت يتوجهوا على معاهد تيروحوا ثلاثة شهور وستة شهور الحلو أنه هيدا السامنار بيطالون لكلون أكيد زيادة للتاتو آرتست لي؟ لأنه هو بروغرام كامل بس إنتنسف يعني محضر من الصبح لعشية بطريقة أنه نعلمون تيوري وبراتيك هون بس بدنا نخبر المشاهدين أنه الهدف الأساسي تسليط الضوء على الأخطاء اللي عم تصير حالياً بهالمجال؟ مضبوط، هو تسليط الضوء على كل الهدف اللي بتصير من A إلى Z، كرمال هيك بيقدروا يأخذوا المهنة حتى لو ما كانت مهنتهم وحتى لو كانوا درسين تتواج بمعاهد وعم يشتغلوا رح يلاحظوا أنه رح يأخذوا إشياء كتير جديدة منا مرقة معهم وقصص حتى بيعانوا منا إن كانت الجلد اللي ما بتعلم إن كانت الطريقة كيف يشتغلوا وما يوجعوا طريقة طبيعية لأشخاص قد عملين تتوو ومديقين منه لأنه بلاك أو مثلاً مش لبقلهم ما أعطيهم جمال لعينهم أو لشفافهم يعني إنه الأشخاص اللي ما عندهم خبرة أبداً بهالمجال وحبين يتعلموا علم التتوو بيقدروا يستفيدوا منها السمينار والأشخاص اللي هني عندهم خبرة بهالمجال وحبين يأووا أو يطوروا مثلاً مهارتهم بالتتوو بيقدروا يستفيدوا كمان منها السمينار مزبوط أكيد وشغلة كتير مريحة معمولة بأوتال الراديسان في بيروت قريب من كل المناطق بلوس عمنا الأكموداسيون كرمال للأشخاص اللي بيجوا من بعيد كرمال يكونوا مرتحين إنه خلصوا السمينار من بعد السمينار في عمدن الساعة خمسة للساعة أحداش بيتلاقوا كلهم مع بعضون إنكي على البيسين جيم سبا كل الأوتال أكيد مفتوح لقلون كرمال يعملوا ريلاكسسون يتلاقوا مع بعضون يستفيدوا من خبرات بعضون وأنا بكون بيناتهم كمان عم بتنقل من بعض الروغات قبل ما نحكي عن برنامج هالسمنة بس بدي ضوي على شغلي اليوم للأسف مين ما كان عم بسمي حاله تاتو سباشوليست ووين ما كان عم نتوجه عم نشوف أنه بقدموا هلا الخدمة مع أنه فيه هو اختصاص يعني هو يعلم بده سنين من الخبرة ولا التجارب أنت صاحبة ابتكار بمجالة تاتو صاحبة اختراع إذا بديك اسمه دبل ستايل بس شرحينا شوية للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو هو دبل ستايل هلا الدبل ستايل هو متل الشعرة شعرة بس بيتميز عنه بكتير اشياء متل مثلا للي عامل بلاك متل ما قلتلك منقدر نفضي لبلاك ونعمل لها شعرة مع خيالها منقدر للي أصلا لون حوجبها غلط نمحي لياه ونردهم شعرة شعرة هم نشوف الوجوه مثلا دليدة خليل هو موجه لتحية إذا منعرف كلنا أكيد أنه كانوا حوجبها بلاك لدليدة وعراض رفعت لياههم بطريقة ما بيبين وين التمحاية ورديني هون مثل هون كمانا كان بلاك محينا وردينا الحاجب من البلاك ليبين شعرة شعرة ما يرجع ينعرف وين أصلا كان عنده شعر ووين ما عنده شعر كمانا هون منشوف كيف كان واطع على عينا كيف كمان علينا هون هون كلهم رح يمرقوا معنا بالسامينر مثل ما قلنا أول يوم رح يكون في شقف جلد مثل جلد الإنسان يعني هون في أعمال نظرية وأعمال تطبيقية بالضبط بالضبط والطريقة التطبيقية رح تكون بطريقة كمان تدريجية يعني أول يوم بيكون شغل على شقف جلد مثل جلد الإنسان عم يعملوا علي الحواجب الإيلاينر والشفاف وتاني نهار رح يكون معنا ريل بيبل موجودين لعليهم يتدربوا على كل شيء أنا وياهم يكون عم بمرق على الكل وعم خلي الكل يمرق على كل شيء وكمان إضافة للبيوتي تاتو رح يكون عنا البادي تاتو مع جهاد نصيف تاني يوم كمان رح يستفيدوا من البادي تاتو ليصيروا يقدروا يعملوا رسمات على الجسم لنا الأشخاص اللي عندهم خبرة واللي ما عندهم خبرة بيقدروا يستفيدوا من هالسامينر بالنسبة للأعمار كماننا كل الأعمار؟ كل الأعمار طبعا للي بيقدروا يشتغلوا طبعا بالأعمار للي فيهم يشتغلوا حتى لو تلميذة جامعة قادرة تجيب وتاخد والزيادة أنا بدي أذكر أنه 14 و15 معمول بوقت الكل فرصة عيد الأطحاب بسيء نهار تانين وثالتة بيكون؟ بيكون تانين وثالتة وبدي ركز أنه رح يكون في تركيز على نوعية البيجمنت البيوتاتش رح يكون معنا لنشوف قد يميزوا عن غيره هيدا البيجمنت قد سهل أنه نمحي ونكسر الألوان حتى إذا بدنا نمحي لازم نكسر بالبيوتاتش ونرجع نعمل فوق اللون الباج أو اللون جزء كبير من التاتو اللي عم بنعمل اليوم هو تصحيح الأخطاء شو الأخطاء اللي اللي عم بتشوفيها؟ نظبط للأسف عم يأخذوا عم يعملوا شكل حواجب أنه لأنه دارج الحواجب هيك لازم نعمل الحواجب كيف بيلبقوا للعين ناخد إياسات الوجه وهيدا رح ناخده بالسمنار إنه إياس الوجه إذا كان طويل إذا كان عريض كيف لازم ننقه؟ لمين نعمل عريض قد نعلي عن العين؟ هيدا الغلط اللي عم بيصير بيقربوا الحاجب على العين أو بيعطوه ترساس بلا ما يكونوا منتبهين أو مثلا بيعلو كتير أنه حبين يشطبوا الحاجب يعني حتى تصحيح الأخطاء رح تعلموا للأشخاص اللي بيجوا على سننار وقامتا لازم نعمل تاتو إذا عاملين بوتوكس شو لازم نعمل بهالحالي؟ لأنه الحاجب أوقات بيتغير على البوتوكس وننصح بأي ستاب المفروض ينعمل كل شيء أوقات هي جلدة أو بشرة مبتلقات؟ مظبوط في أنواع جلدة مبتلقات هنا بيصير في تقنية معينة طبعا رح سلط الضوء عليها كيف لازم طريقة الماشين بنحملها بطريقة غير مزج الألوان بطريقة غير أوقات من عوز رتوش أو أوقات فيه ناس بدا تسافر منا قادر يتعمل رتوش قادرين نحن نعملها بذات الجلسة هيدا الشيء هولي كل هون السابس لما نضويلون عليهم رح يلاحظوا حتى لو هن التاتو آرتس رح يلاحظوا أنه كل هولي الأشياء منهم مرهين معهم هكتشف إشياء يمكن ما ما بيعرفوه مثلا الكونتور كان داريج هلأ بطل داريج إذا اليوم بدي كبر الشفافة كيف بكبرهم بطريقة التاتو بس ما يبين ما يبين كنتور شفافة ما يبين كنتور أو إذا عندي كنتور إلغي الكنتور وأعمل حمراء ناتورال يعني يبين كأنه الوحدة هي شفافة بنك يعني منه خيار نهائي ملزمين في كل حياتنا إذا عملنا التاتو مننا مبسوطين فيه مضبوط هذا بدي أذكر كمان أنه ضمن السامنة رح ناخد أنه فيه تاتو على السنة فيه تاتو على سنتين مش يعني إذا أنا عملت تاتو يعني أنا صرت مضطرة كل حياتي أعمل تاتو يمكن أنا عباتكم شعرة بدي أهن على السنة قادرين يعملون على سني داينو على السنة بيختفوا أو على السنتين أنها هلأ لازم نتبع الموضة بالتاتو يعني إذا هالسنة درج مثلا الحاجب العريض والسنة اللي جاي رفيع لازم نغير مع التغيير بالموضة؟ هذا دايما بقوله أنا أنه دايما الموضة من الحق تاتو أحسب شو بي البقلة؟ أكيد شو بي البقلة ولا مرة الموضة بدي أمشي فيها شو لأنه موضة بدي أعملها تاتو هيدا تاتو لو حتى على السنة أو على السنتين بديوا يروح تفضل الموضة التبعية بتيابيك بشعريك بميك أب بس مش بالتاتو نعم، بدنا نشوف بعض الصور ميك أب وغير خدمات كمان؟ هلأ قوني منشوف الأكوا ميك أب كمان هم مشتغل الميك أب بالمي هيدا بيريح الأشخاص حتى إذا حاطين لانسز ما بيحسوا ماذا يعني أكوا ميك أب؟ أكوا يعني بالمي، كل ميك أب ينشغل بالمي، هو ذاته بس ينمزج بالمي هل هي زميلتنا؟ لا، نعم، بينلا تشبه شرين، لا تشبه شرين عنا بكاتوك؟ مضبوط، بينلا كمانا، نشوفها بعدة ميك أب بالأكوا ونشوف هون بالميك أب حتى أوقات، مثل بينلا هون بالميك أب حملت لها كم شعرة حتى اليوم لو أنهم عاملين تاتو في فراغات صغيرة، نعطي بالميك أب نعطي الستايل الكامل حتى منتعلمون هولي ضمن السامينر إنه كأنه الوحدة عاملة، بس مانا عاملة صار كامل وشقة للعين إذا عندها مناسبة كبيرة للسبية أو السيدة، قد قبل بوقت لازم تعمل تاتو؟ هلأ، التاتو، أو قاتم نعمله مثلا ست نجوة كرم، عملت لها التاتو قبل بأربعة أيام، كان عندها تصوير فيديو كليب بالروح بالدام قبل بأربعة أيام شفافة، وحاجبها مع بعضهم، ما بيان أبداً ما فيه وجع، ما فيه أحميرات، ما فيه سايد إفلت طالما عم نشتغل على الطبقة السطحية، يعني ما عم نوصل للدم، ما فيه وجع، ما فيه ورم، ما فيه هالستيل اللي منخاف منه سو بيكون كتير ناتشرل اللوك، ومقبول، لأنه حتى بالميك أب بنعلمه واللي بتنوجع كتير، فيه بنج؟ حتى اللي بتنوجع، طبعاً عنا بنج معين بينحط بطريقة معينة غير البنج اللي معروف عنه، فيه كمان بنج بعرفون عليه بالسامنر كيف لازم نبنج بأي طريقة نستفيد وما نعمل إريتاسيون للسكن، تصير تحمر زيادة خلينا نرجع لبرنامج السامنر، أول نهار رح يكون فيه تدريب مكسف اللي بيكتسبوا معلومات وخبرة بأماكن أخرى على مدى ثلاثة شهر بانهار واحد مضبوط، مع تطبيق على شقف جلد مثل جلد الإنسان هل تاني نهار الوضع يختلف، هون البرفشنال واللي كانوا موجودين قبل النهار بيجتمعوا، بيشتغلوا على لايف مادل على لايف مادل رح يكون فيه أشخاص ما بدون يتسجلوا أول يوم، رح يكونوا معنا بتاني يوم واللي عملوا أول يوم صاروا رادي لياخدوا تاني نهار صار التطبيق ديراكت على الناس، هون كتير رح يكون فيه هون بيعملوا تاتو جديد وتصحيح أخطاء وتصحيح وتمحية وتغيير ألوان وتاتو لابس والبادي تاتو كمان اللي بيحب رح يكون معهم جهاد نصيف، هلأ أي سؤال إضافة لهيدا الشيء أو مثلا إذا حبين يتسجلوا أو يأخذوا أي معلومة، موجود بروشير بالعربي وبالإنجليش حتى بيقدروا موجودين على الوابسايت وين بيحصلوا عليه نهار؟ هلأ هنا موجودين ببعض الانستيوت وموجود عندنا طبعا وإذا حبوا هنا وبالبيت بفوتوا على الوابسايت اللي عم بيشوفوه على الشاشة هاي صورتك نهار؟ مظبوط جنن، جريت هنا نقرب علي تنشوفها في يومين بيكتسبوا خبرة كبيرة، هلأ بعد هاليومين هل بيحصلوا على الشهيدة؟ بيحصلوا على شيء بيخولهم أن يعملوا تاتو بروشيونالي؟ أكيد، هلأ هني رح يأخذوا التستاسيون أنه حضروا هيدا السامينار للي نعرف عنه رح ينعرف عنه كثير، أنه مش مين مكان عم يتسجل، واللي عم يتسجل عم يظهر بروشيونال، وإذا حبوش هاده كمانه ممضية طبعاً مثل ما بيقولوا هلأ عم تقدموا فرصة كمان أنه حتى يكملوا بالتدريب عندكم بالإنستيوت؟ مظبوط، من بعد ما يخلصوا السامينار في عندهم قدمة بدون على الوقت اللي هني بدون يا يمكن أشخاص مسافرين، بيجوا بعد شهر بيقولوا لي أنا بدي أتقوى بالتمحاية، بالشعر الشعر بالليبس، بالبدي، منقدر هنا نحجز لهم أشخاص يكونوا رادي، هؤلاء الأشخاص للي ما بيكون بإمكانهم يدفعوا بيكونوا مسجلون اسمهم رادي لهذا الموضوع، هكذا الطرفين بيستفيدوا، هكذا الطرفين بيجوا بيعملوا تطواج تحت إشرافة، أنا أتأكد وأكد لإلهم أنه أنا حتى لو عايزوا بعد السامينار يتقوى ببعض الأشياء أنا رادي لكون حدهم نعم، ومثل ما قلت كل شي راح يتعلموا بالهولة التو دايز موجود البروشير بصفحة النيوز بقلب الويبسايت بالعربة وبالإنجلش لأي استفسار أو تسجيل تيحجزوا مطارحهم لأنه بطل في كتير مطارح نعم، هلأ شاركوا بالسامينار وأخذوا كل المعلومات وكل التدريب وبدوا أن يبدوا بها المجال، المكنة موجودة عندكم؟ مضبوط، كمان المشيين موجودة والحلو أنهم جاهزين، 50% موجودة لأشخاص الذين لا يوجد المشيين، 50% خصم على كل شي خاصة تطوى البيوتاتش، مثل هذه الـ 50%، يجب أن يسهلوا عليهم ويكونوا معهم ومرفقينهم هذه كانت تفاصيل السامينار، السامينار اللي ستصير بين 14 و 15 أكتوبر بأوتيل رادسون ببيروت لأول مرة في لبنين، تحت إشرافك أكيد، وبوجود عدد من المتخصصين، إن شاء الله المشاهدين بلبو وللمزيد من التفاصيل، صرت تعرفوا الويبسايت المشاهدين، شكرا لإليك كانوها، وأنا أراكم بعد شوية مشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة